موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وله أيها الإخوة الكرام أرضا نتكلم عن أحلام تدل وتبشر هذا هو العنوان تدل وتبشر بفرصة عمل ربما يحتاج الإنسان إلى فرصة عمل جديدة أو يبحث عن عمل فهناك رؤى تبشره بأن هناك عمل جديد قادم إلي إن شاء الله أول رؤية معنا وهي رؤية الترطة البيضاء للشاب الأعزم الترطة البيضاء للشاب الأعزم رؤية الدود على الملابس وطبعا الرؤية دي كتير من الناس بيخافوا منها لكن هي محمودة للغاية رؤية المشي تحت المطر رؤية أغز الدواء من المكان المخصص له أو الهيئة الصحية أو التأمين الصحي هذه الرؤية تدل على لا تدل على شفاء وإنما تدل على فرصة عمل جديدة رؤية التكبير للشاب الأعزم هذه الرؤية تدل على عمل جديد أو فرصة عمل جديدة إن شاء الله تبارك تعالى قادم إليه أو قادمة إليه رؤية الجد أو إطعام الجد أو إطعام الجدة فرصة عمل رؤية فتح الباب للشاب الأعزم رؤية ارتداء خاتم الخطوبة رؤية الكلام مع سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رؤية شراء السجادة الخضراء للرجل المتزوج رؤية التاج الذهبي للرجل المتزوج رؤية البجامة الفاخرة لأي شخص فهذه الرؤية تدل على أن هناك عمل قادم إليه أو فرصة عمل جديد آخر رؤية معنا وهي رؤية السمك المقلي للبنت العزباء فرصة عمل بإذن الله تبارك تعالى تظلونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته